لما بتسمع وزير الداخلية جرهات كارنر أو المستشار النمساوي بيقعدوا بقولوا لك سوريا أصبحت آمنة وصاروا يعطوا للسوريين بأفضل الحالات إقامة سنوية يعني كل طويل عمر يمكن بياخد إقامة سنوية فبالتالي نحرم من عائلته ونحرم اللي من في الشمال والمظاهرة يمكن اللي في ظاهرة أمامنا هيك على الفيديو اللي كانت الأسبوع الماضي تقريبا أو اللي قبله بشوي كان فيه عشرات الحالات اللي الناس فعليا بتبكي الحجر فهل فعلا السوريين هربوا من نار الحروب لأمل منشود؟ نعم مثل ما تفضلت يعنينا صارنا تقريبا بخمسة سنين وما يزيد يعني أقلنا مثل ما صار مثل ما حكى عبد الحكيم نحنا لو ما يا أما بدك تنتسب لفصيل بتنحسب عليه يا أما بدك تنقته بالمنطقة وأنت هون مأتول هون مأتول هذا الشي اللي خلانا مثل ما قلت الأمل بالمستقبل نحنا طبعا نقطة دائما بحكية نحنا كسوريين لو نوجدنا بسوء ضلالينا بسوريا أو النظام عم يقاتل أنت يا محمد لأنك أنت معارض لإلي قاتلك أنت كانت نفس مصيبة ولكن لأن محمد معارض إلي عائلة محمد كلها لازم يتروح هذا اللي خلنا كتير من السوريين ترمي وتطلع هروب يعني هروب مو خوفة على نفسنا هروب خوفة على عائلاتي الثانية الحكي هذا سوريا آمنة وين سوريا آمنة مثال من أربعة شهر شبب ألمانيا دفع بدل دفع كامل بدل وحمل حاله ونزل على حلب بدل الجيش السوري تمام بدل الجيش السوري حمل حاله ونزل على سوريا اللقط شهرين شهرين بسجن وبعد الشهرين أخذوا منه مصاري طبعا يعني وحملوز التو برى سوريا وين آمنة دمشق آمنة وين آمنة الاعتقالات شغالة اخر تصريح لوزير الداخلية اليوم بلقاء مع صحيفة المانية عفوا يقول انه اللاذقية شبه امنة نبعث السوريين عليها نفكر بارسال السوريين عليها يعني السوريين على وكر بدي يبعث على وكر الاسد اللقيه وكر الاسد القتل للمنت